أكثر ذكر هادم اللذات فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه ولا ذكره أحد في سعه إلا ضيقه عليه الموت أيها الإخوة ولا حبة نهاية كل حي إلا الحي الذي لا يموت والموت عظة وعبرة والموت حياة لأهل التقوى والإيمان لأن هذا القبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون روضة رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار أعاذنا الله إياكم فهذه الحياة الحقيقية بالنسبة للمسلم أما حياة الدنيا فهي متاع الغرور فهي الدنيا الزائلة الفانية الملعونة التي لا قيمة لها وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لذلك يجب أن نعتبر من الموت وعبرته وعظته وبخاصة أن تسارع الموت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة بالأمس القريب ودعنا الشيخ أبا أنس رحمه الله واليوم نودع والدتنا الفاضلة والدة أخينا حبيبنا الشيخ أبي عبيدة الشيخ مشهور حسن ولا ندري غدا أن نودع أم نودع ولا ندري غدا أن نودع أم نودع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في الأسابيع الماضية ولكن قبل الشروع في ذلك لابد من كلمة حول حدث جلل أصيبت به أمة الإسلام في هذا اليوم المشهود ألا وهو وفاة عالم من علماء الأمة المحدث الشيخ علي بن حسن ابن علي ابن عبد الحميد الأخر الحلبي رحمة الله عليه هذا الشيخ الجليل هو من أخص تلامدة الشيخ الألباني رحمة الله عليه وقد عرف بحسن تصنيفه وبدعوته الوسطية السلفية الناصعة التي لا يكدرها شيء من الشوائب لا في باب المعتقد ولا في باب المنهج ولا السلك فرحمة الله عليه رحمة واسعة وإن بفراقه لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فلله الأمر من قبل ومن بعد فأحببت قبل الشروع في موضوعنا أن أتقدم بذكر ترجمة مختصرة لهذا الإمام العلم رحمة الله عليه الشيخ رحمه الله الشيخ رحمه الله من فلسطين ومن بلدة ياثا وهاجر أبوه وجده إلى الأردن يعني قبل يعني السنين من آثار حرب اليهود التي كانت في فلسطين وذلك عام ثمانين وستين وثلاثمائة وألف للهجرة الذي يوافق سنة ثمانين وأربعين وتسعمائة وألف للميلاد وهي السنة التي أعلن فيها على قيام هذا الكيان الصهيوني في بلاد فلسطين الشيخ رحمه الله تعالى من مواليد سنة ثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة فعمره رحمه الله تعالى يزيد على الستين بقليل فقد ولد في ألف يعني في ألف وثلاثمائة وثمانين للهجرة وهو الذي يوافق الخامن عشر من شهر دجنبر سنة ستين وتسعمائة وألف بدأ طلبه للعلم الشرعي رحمه الله تعالى قبل أكثر من أربعة عقود ولشك أنكم تعلمون أنه لزم الشيخ الألواني رحمه الله تعالى وقد التقى به في أواخر سنة سبع وسبعين في عمان ودرس عليه كثيرا منها الكتب ومن أولها كتاب إشكالات الباعث الحثيث وهو كتاب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى الذي وضعه على اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمة الله على الأئمة أجمعين وكان ذلك سنة إحدى وثمانين وتسعمائة وألف للميلاد ودرس ودرس عليه كثيرا من كتب المصطلح وغيرها ثم أيضا تتلمذ للشيخ اللغوي المقرئ عبد الودود الزراري رحمه الله تعالى وعلى غيرهم من أهل العلم وله إجازات علمية عامة وحديثية خاصة من عدد من أهل العلم منهم العلامة الشيخ بديع الدين السندي وكذلك العلامة الشيخ محمد السالك الشنقيطي رحمة الله على الجميع نذكر بعض ثناء العلماء عليه وطبعا العلماء يعرفون ب يعني إنتاجهم ويعرفون بأخذهم عن المشايخ وأيضا بثناء العلماء عليهم وتزكيتهم لهم فقد أثنى عليه كثير من أهل العلم الكبراء منهم العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وذلك يعني مسطر في بعض كتبه حينما كان يذكر بعض اعتداء بعض الهدامين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله في سياق كلامه قال وبسط القول في بيان عوار كلامه ويقصد المدعو حسان عبد المنان الذي كان يهجم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحيحا وتضعيفا مخالفا في ذلك قواعد العلماء من أهل الجرح والتعديم قال وبسط القول في بيان عوار كلامه في تضعيفه إياها كلها يحتاج إلى تأليف كتاب خاص وذلك مما لا يتسع له وقتي فعسى أن يقوم بذلك بعض إخواننا الأقوياء فوصف الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الوصف أن يقوم بذلك بعض إخواننا الأقوياء في هذا العلم كالأخ علي الحلبي هذا الشهيد عندي فالموضوع موضوع حديثي بحت ومع ذلك حال الشيخ رحمه الله تعالى على الحلبي رحمة الله عليه أيضا وأثنى عليه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أيضا وقرض له كتابه الذي عنول له إنها سلفية العقيدة والمنهج وطبعا هذه جدلية معروفة عند الدعاة وعند أهل العلم المعاصرين حيث إن بعضهم ينتهج نهجا خوريا أو يتحزب يعني تحزبا مذموما لكن عقيدته توافق عقيدة السلف فرد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على هذا المنح المذموم وقال بأن السلفية ينبغي أن تكون سلفية العقيدة والمنهج معا فأثنى فأثنى عليه الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ بن باز وقرض له هذا الكتاب وأيضا أثنى عليه الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه وكذلك الشيخ العلام محدث الديار اليمنية مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه عندما سئل الوادعي من هم العلماء الذين تنصحون بالرجوع إليهم وقراءة كتبهم وسماع أشريطاتهم فأجاب رحمة الله عليه قد تكلمنا على هذا غير مرة ولكننا نعيد مرة أخرى فمنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وطلبته الأفاضل مثل الأخ علي بن حسن ابن عبد الحميد والأخ مشهور بن حسن آل الشيخ رحمة الله على علمائنا وحفظ الله الأحياء منهم قال وبعد هذا رأيت رسالة قيمة بعنوان فقه الواقع بين النظرية والتطبيق وهذه رسالة صغيرة ألفها الشيخ علي رحمة الله عليه يعني يبين فيها يعني الجدل الواسع الذي أثاره بعض الدعاة من أهل التحزب في قضية فقه الواقع وينحون بذلك إلى أن العلماء الأجل الراسخين ليس لهم كبير فقه بواقعهم وأنهم يعيشون يعني حبيس الرفوف والكتب العتيقة فليس لهم اطلاع على الواقع فرحمه الله تعالى بيّن في هذا الكتاب يعني فقه الواقع يعني الصحيح بين النظرية والتطبيق لأن الأمر النظرية شيء والتطبيقية شيء آخر ولش كأن العلماء لهم نظر عميق ولهم نظر يعني نظر دقيق في المسائل الواقعة ولزالت الأيام تتكشف فيظهر لكل ذي عينين أن ما كان عليه العلماء الكبار هو الذي يوافق فقه الواقع وأن الذين تحمسوا ورموا العلماء بما ليس فيهم بالجهل بالواقع فإنهم كانوا أجهل الناس بالواقع وثبت أن أهل العلم الذين تربوا على نصوص الوحي كتابا وسنة وعلى قواعد الشريعة ومعرفة المصالح والمفاسد هم أعلموا الناس بهذه الفتن التي تضرب الناس الفينة بعد الأخرى إذن قال رحمه الله يعني رأيت رسالة قيمة بعنوان فقه الواقع بين النظرية والتطبيق لأخينا في الله علي بن حسن بن عبد الحميد ننصح باقتنائها وقراءتها فجزاه الله خيرا وقد ذكر الواديعي رحمه الله تعالى أيضاً هذه الرسالة في كتابه غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفصطة فقال واصفاً لهذه الرسالة ما علمت لها نظيراً يعني هي فريدة في بابها فرحمة الله على علمائنا جميعاً وأيضاً ممن أثنى على الشيخ علي الحلبي رحمة الله عليه العلامة محدث المدينة النبوية الشيخ عبد المحسن العباد حيث قال رحمه الله في كتابه المعروف الذي رد فيه على الغلات الذين بالغوا في مسألة الجرح والتعديل وإسقاط أهل السنة تلك الرسالة المعروفة برفقاً أهل السنة بأهل السنة رفقاً أهل السنة بأهل السنة قال رحمه الله وأوصي أيضاً أن يستفيد طلاب العلم في كل بلد من المشتغلين بالعلم من أهل السنة يعني في كل بلد من ينبغي أن يستفيد الطلبة من أهل العلم المشتغلين بالسنة في ذلك البلد مثل تلاميذ الشيخ الألباني في الأردن الذين أسسوا بعده مركزاً باسمه ولش كأن من أجل العلماء وطلبة الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ علي الحلبي رحمه الله وتعالى رفقة الشيخ مشهور وغيره من علماء الأمة حفظهم الله جميع أما بالنسبة لجهوده الدعوية رحمة الله عليه فيعد الشيخ رحمه الله تعالى من المؤسسين لمجلة الأصالة التي كانت تصدر في الأردن وهو أيضاً من المحررين الذين كانوا يكتبون بها وهو أيضاً من الذين أسسوا مركز الإمام الألباني رحمه الله للأبحاث العلمية والدراسات المنهجية وهذا المركز بحمد الله تعالى له إشعاع كبير وتعقد فيه دورات كثيرة وتعقد فيه مؤتمرات علمية وأيضاً يدرس فيه علم الكتاب والسنة كما كان له رحمه الله تعالى مقال أسبوعي في جريدة المسلمون التي كانت تصدر في لندن في بلاد بريطانيا ضمن زاوية السنة وشارك رحمه الله تعالى في عدد من المؤتمرات الإسلامية واللقاءات الدعوية والدورات العلمية في عدد من دول العالم مرات متعددة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلطرا يعني بلدة بريطانيا وهولندا والمجر وكندا وإندونيسيا وفرنسا وغيرها من البلاد ودعي إلى عدة جامعات كجامعة الأردن لإلقاء المحاضرات والندوات وجامعة اليرموك وجامعة الزيتون وغيرها أما مؤلفاته وتحقيقاته لبعض الكتب التي ألفها العلماء قبله فكتبه تزيد على المئة وخمسين كتابا ما بين رسالة وكتاب ومجلد أو مجلدات ومن أهمها وطبعا لن نستطيع أن نسرد عنوينها بلها أن نعلق على مجملها من أهمها كتاب علم وصول البدع وهو يقع في مجلد واحد وفي الحقيقة هو من أنفس الكتب التي اعتنت ببيان علم أصول البدع فالبدع لها أصول يعني من شأها الأسباب التي دعت إلى ظهورها وحكمها وبيان كثير من المباحث المتعلقة بعلم أصول البدع ولش كأن طالب العلم ينبغي أن يرجع لهذه الكتب التأسيسية التي تفيده في منهجه كي يأمن من السقوط في براثن أهل البدع هناك أيضا كتاب دراسات علمية في صحيح مسلم وهو يعني له طابع حديثي بحت وهناك يعني جزء صغير رسالة صغيرة رؤية واقعية في المناهج الدعوية يعني يعني حاول رحمه الله تعالى في هذا الجزء الصغير أن ينظر إلى المناهج الدعوية ومعترها يعني من المخالفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من عقد الولاء والبراء على الجماعة ومن بيعة يعني المرشدين وذلك التقوى الذي يكون في هذه الجماعات التي تغلق الباب على نفسها ولا تنظر إلى يعني الإسلام الفسيح الذي يسع كل أهل السنة يعني باعتدال وغير يعني تميع وهناك أيضا النكة على نزهة النظر طبعا نزهة النظر كتاب يعني ألفه ابن حجر رحمه الله تعالى في علم استلاح الحديث فالشيخ رحمه الله تعالى وضع عليه نكة وهي بمنزلة يعني التعليقات ويعني الفوائد التي يعصر على الناس يعني استخراجها ويعني فهمها من الكتاب يعني ابن حجر رحمة الله عليه وهناك بعض الكتب التي ألفها في بعض الفروع الفقهية ككتاب أحكام الشتاء في السنة المطهرة فقد ذكر يعني ما يتعلق بأحكام الشتاء بقضية لبس العمامة والخفين والمسح عليهما والجمع بين الصلاة وغير ذلك من المواحث المتفرقة وأيضا هناك كتاب أحكام العيدين في السنة المطهرة أيضا يعني أفرد هذا الموضوع بالتأليف وهناك التعليقات الأخرية على المنظومة البيقونية هذا النظم للإمام يعني البيقوني رحمة الله عليه في القاب الحديث الشيخ جعل عليه هذه التعليقات الأخرية المفيدة رحمة الله عليه هناك كتاب الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي وهذا الأمر في الحقيقة لا زال يعني يشغل كثيرا من الناس فإنهم لا يكادون يفرقون بين هذا وهذا فإذا أنكر صاحب السنة على الناس تجمعهم الحزبي فإنهم ينكرون عليه تعاونه الشرعي فلش كأن التعاون الشرعي أمر محمود ومباح أن نتعاون على الشرع وأن نؤسس مؤسسات وأن يعني نقيم جمعيات لكن التجمع الحزبي الذي يكون فيه عقد الولاء والبراء ويكون فيه ذلك التقوقع وذلك التضييق على الناس هذا هو المذهوم لكن لو أننا أسسنا جمعية من باب ترتيب العمل ومن باب يعني تقسيم الأعمال يعني الحديثية ومراكز القرآن ومراكز السنة ومراكز الفقه وهكذا هذه مسائل يعني تدل على التعاون الشرعي الذي لا يقبل الجمود ويحافظ على تلك الأصالة ولا يقع في منزلقات الحزبية الضيقة هناك أيضا كتب ألفها رحمه الله تعالى في الرد على منهج الخوارج ومنهج التكفير ومنهج التفجير فمنها كتابه التحذير من فتنة الغلو في التكفير وهناك كتاب صيحة نذير بخطر التكفير وهناك كتاب الرياض الندية من درر إفادات علماء الدعوة السلفية على متن العقيدة التحاوية فجمع رحمه الله تعالى تلك الإفادات وتلك التعليقات التي ذكرها علماء الدعوة السلفية على هذا المتن المبارك لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمة الله عليه ثم جمعها ورتبها وعلق عليها رحمة الله عليه وهناك كتاب القول المأمون في تخريج ما ورد عن ابن عباس في تفسيري ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر يعني لاش كأن يعني أهل التكفير يعني يعتمدون على الفهم الخاطئ لهذه الآلة يعني قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر فكفروا جميع من لم يحكم بما أنزل الله يعني كل من حكم ولو في بعض المسائل بغير ما أنزل الله فإنهم يكفرونه ويخرجونه عن الملة فذكر رحمه الله تعالى يعني في هذه الرسالة تخريج أثر ابن عباس رضي الله عنه المشهور في كتب التفاسير في تفسير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقوله رضي الله عنه كفر دون كفر كفر دون كفر ليس الكفر الذي تذهبون إليه ليس الكفر المخرج من الملة وإنما هو كفر دون كفر واستشهد لذلك بعدة وقائع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث المرأة المختلعة يعني مرأة ثابت بن قيس بن شماس يعني رضي الله عنهما جميعا وأنها يعني شكت ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم وأردت أن تفارقه فقالت والله ما أنكر عليه شيئا من دين ولا خلق ولكنني أكره الكفر مع الإسلام أكره الكفر مع الإسلام هذا الشاهد من ذكره لهذه القصة وغيرها من القصص التي تفيد هذا المعنى أيضا من كتبه رحمه الله التعريف والتنبيئة بتأصيلات العلامة الشيخ الإمام أسد السنة الهمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في مسائل الإيمان والرد على المرجع وهذا الكتاب كان بسبب حادثة كانت مشهورة يعني وقع فيها الغلط على الشيخ رحمة الله عليه فانبرى علي رحمه الله تعالى للرد على من أخطأ في فهم مراد الألباني رحمة الله عليه ونسبه إلى الإرجاء فذكر تأصيلات الشيخ رحمه الله تعالى وتتبعها من كتبه وأنه في مسائل الإيمان على الجادة وأنه كان يرد على المرجع وأن مرقال بأن الإيمان يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كبيره وصغيره إلى غير ذلك من المباحث التي أودعا في هذا الكتاب رحمة الله ومن كتبها أيضا تحذيرات العلماء الثقات من المظاهرات بالأدلة الباهرات والنقضي على الشبهات الواهية وهو كتاب يعني عمد فيه رحمه الله تعالى إلى الشبه التي يثيرها من يجيز المظاهرات والخروج إلى الشوارع وهذه الفوضى العارمة التي تكون إذا وقع حدث من الأحداث إما للضغط على الحكومات أو لإنكار على بعض المواقف أو من أجل تحقيق بعض المطالب فهذه المظاهرات يعني توصل القائلون بجوازها إلى القول بذلك بسبب وجود بعض النصوص التي تأولوها وفهموا منها الجواز فلش كأن من قرأ مثل هذه الكتب علم أن تلك الشبه لا تعدو أن تكون ناتجة عن سوء المدارك وإلا فالمعنى الصحيح لتلك الأحاديث لا تفيد جواز هذه المظاهرات وأن الأصل المنع منها لأنها من عادات الكفار أولا ولأن فيها من المفاسد ما لا يخفى على ذي عينين وقد رأينا ذلك في جميع المظاهرات التي قامت في بلاد الدنيا من الكتب العظيمة التي ألفها رحمه الله تعالى كتاب العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون العقلانيون الذين يعظمون العقل أكثر من تعظيمهم للنقل فهؤلاء أفراخ المعتزلة لأن المعتزلة هم الذين كانوا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين فهؤلاء فهؤلاء العصريون من العقلانيون هم في الحقيقة ليسوا إلا أفراخا للمعتزلة القدامى ليسوا إلا أفراخا للمعتزلة القدامى وذكر نماذج من بعض الأعلام المعاصرين الذين انتهجوا هذه المناهج الباطلة ورد عليهم بنصوص والقواعد الشرعية فرحمة الله عليه رحمة وسع طبعا كتبه كثيرة ولا يسع المجال لذكرها لكن نذكر بعض التحقيقات التي وضع على بعض الكتب المعروفة النافعة لابن القيم رحمه الله لغيره ككتاب مفتاح دار السعادة هذا الكتاب العظيم الذي ألفه ابن القيم رحمه الله وبيّن فيه يعني كثير من النصوص التي تزيد المؤمنة يعني إيمانا وتعمق هذا اليقين في قلبه إذا قرأ هذا الكتاب فرحم الله الشيخ علي يعني حقق هذا الكتاب وأخرجه في ثلاث مجلدة هناك التعليقات الرضية على الروضة الندية للألباني كتاب الروضة الندية هو للصديق حسن خان الهندي رحمة الله عليه فالشيخ الألباني رحمه الله حقق هذا الكتاب والشيخ علي يعني وضع عليه تعليقات رضية وأخرجه في ثلاث مجلدة هناك أيضا كتاب الباعث الحثيث الباعث الحثيث لأحمد شاكر رحمة الله عليه الذي وضعه على كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمة الله على الجميع هناك كتاب وطبعا هذا في اصطلاح علوم الحديث يعني في علمي المصطلح هناك كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة لصديق حسن خان رحمه الله تعالى الصحاح الستة هي يعني البخاري ومسلم وكتب السنة الأربعة يعني الابو داود والنساء والترمذي ونمجم وهناك كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى أيضا حققه هناك أيضا كتاب المتواري على أبواب البخاري لابن المنيغ نشك أن أبواب البخاري يعني فيها دقة متناهية والعلماء يقولون بأن فقه البخاري في طراجمه يعني البخاري لم يضع يعني شرحا لكتابه لكنه وضع الطراجم وهي التبويبات وهذه التبويبات في بعض الأحيان يكون فيها عسر ويصعب على القارئ يعني الذي ليس له إحاطة وإلمان كبير أن يربط بين الترجمة وبين الحديث الذي يذكره البخاري رحمه الله تعالى تحت تلك الترجمة فابن المني رحمه الله تعالى يعني وضع هذا الكتاب العظيم الذي هو المتواري على أبواب البخاري وأيضا يعني الشيخ رحمه الله تعالى وضع عليه يعني تحقيقا وأخرجه إلى عالم الطبع وطبعا بعض كتب الشيخ رحمه الله تعالى ترجمت إلى بعض اللغات كالإنجليزية والفرنسية وأيضا الأردية والأندونسية والآذرية يعني التي يتكلب بها إخواننا في أذريبيجان يعني في ما كان يعرف قديما بجمهوريات الاتحاد السوفيتي أما وفاته رحمه الله فقد توفي اليوم الأحد التاسع والعشرين من ربيع الأول يعني لسنة ثنين وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة الذي يوافق الخامس عشر من نونبر سنة عشرين وألفين للميلاد وذلك بعد أن يبتلي رحمه الله تعالى بهذا الوباء الذي يعرف بفيروس تاجي أو فيروس كورونا فعاج له وأفضى إلى ربه فنسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة وأن يجيرنا يعني خيرا في علمائنا الأفذاد وأن لا يرينا في الأحياء ما نكره نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرحم جميع علمائي المشهرين هذا على إجاز واختصار يعني من حق الشيخ علينا أن نذكره وقد استفدنا من كتبه ومن تأصيلاته ومن محاضراته واستفاد منه فئام من الناس وعرفوا المنهج الحق وعرفوا السبيل للخروج من ضيق الحزبية ومن ضيق المناهج المنحرفة إلى الجادة وإلى الحق فرحمة الله عليه وعلى علماء الإسلام والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا شيخ لمحزون والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين هذه الحياة وهذه هي قيمتها وهذا هو وزنها فلنعمل لهذه الساعة فلنعمل للقبر ولنصلح ما أفسدنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ولنتب إلى الله ولننب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وليكن هذا الموت لنا جنيعا عبرة وأي عبرة سبحانه وتعالى